اذا بدنا نروح على مأكلات شهر رمضان هلا طبعا انه هون المأكلات فيها يمكن جامع ببعض المناطق عام وفي محلات في خصوصيات لبعض المدن وحيانا لبعض المناطق خلينا نبلش اول شي بالحلو طبعا بس نحكي شهر رمضان نسمع بيه الكلاج بدنا نعرف انه بشهر رمضان لانه فيه اكيد فترة صيام وبعدين بدنا بالليل نحتفل سواء ونتظوق بعض الهروب فيه دور كتير مهم للحلو بالاخص المقلية الامور ليه منقلية لهي سريعة لانه ما فيه كتير وقت بالشارع ومنغطى بالقطر اللي هو اختراع من الفترة العباسية الكلاج والعوايمات والقطايف كلها ظهرت بهالفترة العباسية ببغداد ولاحقا كمان بالفترات التاريخية بالقاهرة واتطورت لتصير نوع من هالمأكلات والحلويات لصنعها نسميا سريع لتلبي الطلب عليها برمضان اكتر شي مثلا كان منتشر هو اللي منسميها الآن العوايمات اللي كانوا يسموها لقيمات القاضي اللي منلقيها بكتب الطبيخ طبع القرن العاشر ببغداد ومن الامور اللي كتير مهمة هي صارت كمان جزء من التراث الطاهي المشترك للمسيحيين حتى بالشرق الاوسط اللي بيستعملوها لعيد البربارة الفكرة هي عمل حلو سريع طيب فيه سعرات حرارية عالية لانه بحاجة للسعرات الحرارية بعض الصين بعض فتر الصين وبنفس الوقت فيه بهجة هيكة للواحد يستفيد منها هلأ قطايف تختلف عن الباقيين القطايف كانت نوعا ما هي الحلو تبع النخمة تسمية جاية منها عم بيقطف عم بيشيلها قطعة قطعة من الصدر وهي مفروض اللي هي قاعدة بالتراث المطبخة الشرقية الأخص العربي هي الخمس حواس مع بعضها تكون هالأكلة عم بتحكية يعني بالشكل نعم بالشكل وبالذوق وباللمس وحتى كمان يمكن سمع ما فيه بس انه هود الأربعة القليلة من الحواس الخمسة بيكونوا انه حاضرين صحيح وبنعرف انه فيه وصفات للقطايف مخصصة للخلفاء العباسيين مدونة موثقة بكتب الطايف حتى كانوا يتزاينوا بهذه الوردة الصغيرة الحمرة كمان اللي هي الجلنار اللي هي وردة الرمان ونشوف يعني استمرارية لهالوصفات من القرن العاشر لحديدها لا مغيروا